بسم الله الرحمن الرحيم روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال أن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع بشيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول وعرفوا به الحسن من القبيح وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم فهذا ما دلهم عليه العقل قل له فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره قال عليه السلام إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم أن الله هو الحق وأنه هو ربه وعلم أن ذل خالقه محبة وأن له كراهية وأن له طاعة وأن له مأصية فلم يجد عقله يدله على ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا قوام له إلا به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأنه قد لم يكن على العقل وأنه حقا لتعطيه وإذا كانت عاقل قدرًا وأنه ترسل وأنه ي reversible وأنه يشرب يعجب جيد وأنه وأنه يمكن أن ترسل